بيروح مالك ورامي على المطعم بيسلموا على الناس وبيعودوا وفي نفس الوقت بيطلب المدير من سما نتقدم الحاجات الخاصة بهم الاكل والشرب فلما راحت علشان تقدم السلطات شافت رامي هو شافه وهي شافته لكن مالك ما شافهاش استأذن على طول رامي وراح علشان يتكلم مع سما في المطعم ساعتها طبعا قالها بتشتغلي هنا قالت ايوه انها رجعتان تشتغل هنا يعني قالها ما ينفعش تشتغلي من هنا من جديد قالت انها بدأت من الظف وان هي يعني خلاص الموضوع بينها انتهى هي ومالك قال ما ينفعش لازم نتكلم مع مالك ونقول الحقيقة لكن رفضت تماما ان برضو رامي يروح ويقول الحقيقة المالك قالت خلاص حصل انفصل بيننا ولي بيننا خلاص انتهى بلاش نقول له على موضوع ده رامي بيرجع تاني على الطاولة بتقدم بعد كده سما السلطات والحاجة وبعد كده بيلاحظ مالك ايديها بيعرف ان هي سما يعني توطرت شوية وطلب منها مية راحت ادت المية الواحد تاني علشان يقدمها بتكون متوترة كتير المدير بقولها روح يشوفي شغلك راحت علشان تقدم شافت مالك جاله تليفون وقام فقالت كويس راحت اقدمت الحاجة وبعد كده دخلت على المطبخ ويب ترتعش ومتوترة مالك لما خلص التليفون راح علشان يتكلم مع سما وقال لها رجعت تشتغل تاني وبدأت من الصفر قالت له ايوح عمل ايه مجبورة وطبعا ساعتها كان بينهم فطور وقال لها ربنا يوفقك طلبت الجزمة بتاعتها كمان وقالت يا لت بعتها مع شكري قال لها لا تقدر تيجي في اي وقت تغديها ووضع هنا اصلا يعني صعب وكل حاجة بس مجتش يعني على الموضوع ده لكن قالت له لا انا اخليك يعني تقول شكري يجيبها لي لا خلص انا مش هنا بالليل ممكن تقدر تيجي في البيت في اي وقت يعني تغدي اللي انت عايزها واللي انت ناسيها وبيمشوا وبيسيبها ويكون طبعا بينهم فطور تام وبتروح وبتقدم المشروبات وبتاخد طلبات وكمان بتقول لي مالك ما ينفعش يشربه على معده فاضي رازم يكون حاجة فالناس يستغربوا لكن بعد كده اعتذرت واخدت الطلبات وراحت علشان تجيب طلبات مالك ورامي والناس اللي معهم ان مالك ورامي كانوا موجودين هناك في المطعم اللي كانوا فيه المفروض ان المطعم ده بتشتغل فيه سماء ومالك بيحس بتوتر ورامي بيبدأ يتكلم مع الناس لكن شايف مالك مش مركز معهم خلص ومتوتر كتير وبيحاول ان هو يتكلم مع الناس في الشغل اللي جاين عشانه وبيقول لي مالك مش كده برضه قال له ايوه ايوه وهو اصلا مش مركز بتخرج فريدة وداني كمان علشان خطر يكملوا الرياضة بتاعتهم ومعاهم مدرب خاص المدرب بيقول لهم قمت لحلاحه شوية كانوا قاعدين بيتكلموا عن مالك وعن علاقته بسماء والكلام ده وكمان كانوا بتقول ان هي هتجيب فلوسها من سماء لانها اخدت الفلوس ومعملتش اي حاجة قاعدين يرغوا كده وبيجي المدرب وبيقول لهم انتوا قاعدين كده ليه قموا تدربوا زعاقوا فيه وقالولوا احنا نتدرب وقت ما نحب انت واخد فلوسه علشان خطر تدربنا ساعتها ميشوا سابهم فاطلوا يجروا ورا علشان يصلحوا علشان هو مدرب معروف في الطبقة المخمالية اللي فيها طبعا فريدة وممكن يعني يتكلم عنهم في الاوساط علشان كده راحوا صالحوه لأ وكمان جابوا اكلوا وفضلوا يأكلوا فيه والراجل زهق منهم ومشي على طول بنرجع بعد كده وبنشوف مالك اللي كان موجود في المطعم ومعاه رامي وبتقدم سماء الاكل بيقعوا منها المعالق على الارض بتوطي سماء علشان تجيب المعالق نزل كمان مالك علشان ياخد المعالق منها ومسك ايديها وكان فيه جوه توطر وبصه في عين بعض مالك توطر كتير وقام وساب المكان اعتذرت سماء وراحت على طول مالك كمان كان متوتر كتير راح واتصل برامي وقال له ان هو مش هيقدر يكمل الاجتماع قال له تكمل انت عني وانا لازم امشي شافته سماء من بعيد وهو بتكلم كده معرامي كان فعلا تعبان جدا ويمتدايق متوتر كمان بعد طوعا ما شاف سماء في المطعم ملايه بعد كده لين بتعاني هي وزيد مش قادرين يروحوا ولا يجو ولا قادرين انهم ياخدوا راحتهم كاعر سماء في البيت لكنها قاعدة معاهم وزيد مش عارف ياخد راحته خالص مع امراته سماء بتقولهم ان هي عايزة تمشي علشان هتروح بيت مالك علشان تجيب الجزمة بتاعتها نسيتها هناك ولان مالك مش موجود النهاردة عنده مشوار هتروح هي تجيب الطلب بينما سلطان بيتكلم مع مالك وبيقول له كمان ان سماء فازت بالجايزة الاولى في الدورة اللي بتاخدها قال له ايوان عارف قال له كمان ان سماء ساعدت دي الفلوس اللي احنا دفعناها لها للدورة بالفلوس بتاعت الجايزة اللي كذبتها يعني اخدت الفلوس من هنا وده تهلنا من هنا للشركة يعني علشان خاطر احنا ساعدناها يعني كتير ويدنا لها الدورة دي فمالك بقول احنا مكناش من ادي لها الدورة دي علشان خاطر تدينا فلوسها عم تان يا عم سامي انا المفروض وتروح معك الفرح انا عارف لكن سداني مفيش يعني دماغ هعود اشتغل في البيت يعني قال له تمام برحتك بعد كده منشوف ان سامة بتتكلم مع شكري وبقوله انت فين قال ان هو مش موجود يعني في بيت مالك وان مالك كمان عنده مشوار وخارج قالت خلاص انا هروح على البيت علشان نسي الجزمة بتاعتي وبعض الاغراض هروح علشان اجيبهم قال لها ماشي تمام رحت على طول علشان تلحق تجيب حاجتها من هناك سريمة بسوطة كتير وقعدة بتتكلم مع عبده وبتشرح له قد ان هي متحمسة لشركة بتاعتها الجديدة وحتكون شركة كويسة جدا رغم ان التنويل طبعا من جبران وعبده قال لها ان جبران ده انسان مش كويس وانتي حكيتيلي عنه قالت يعني عادي وهيمولني وهتكون لي نسبة بسيطة كمان على فكرة انا اقترحت على سامة ان هي تشتغل معايا يعني هي فازت الاولى في التصميم وبتعرف تصميم حلو جدا فازت كمان في الدورة فانا قلت لها تيجي تشتغل معايا مايا بعد كده بنت فريدة عايزة تخرج تقبل رامي لكن فريدة عملت نفسها زهانة وتعبانة وفضلت قولها عادي معايا انا قعدة الوحدي ومتدايق كتير هي عارفة طبعا انها هتقبل رامي علشان كده مش عايزها تخرج فقالت لها عادي معايا انا متدايق قالت لها يا مامي انا لازم اخرج وقالت لها لا خليكي معايا انا الوحدي فضلت تعاية لها شوية عاديت معاها على طول